توتر متصاعد بين روسيا وأوكرانيا وتحذيراتهم من هذه الأخيرة من حرب شاملة تقابلها هجمات روسية متصاعدة لا سيما بعد أن أصبحت الحرب بالمسيرات سلاحاً أساسياً في النزاع بين البلدين الطائرات المسيرة في هذه الحرب كانت حذرةً بشكل أكبر من أي حرب أخرى حيث كثفت موسكو من هجماتها لا سيما تلك التي استهدفت بها العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأيام القليلة الماضية الهجوم الروسي الأخير على كييف يعد الثالث من نوعه خلال ساعات ونفذ باستخدام نحو 35 طائرة مسيرة أغلبها إيرانية الصنع بحسب السلطات الأوكرانية التي أعلنت التصدي لأكبر هجوم بالمسيرات استهدف كييف منذ بدء الهجوم الروسي وتدمير أكثر من 20 منها وهو ما دفع أيضاً البرلمان الأوكرانية للتصويت لصالح فرض عقوبات إضافية على إيران لمدة 50 عاماً الهجمات بالطائرات المسيرة لم تكن حكراً على روسيا حيث تحدثت السلطات الأوكرانية عن تحضيرها لهجوم يهدف إلى استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا بما فيها شبه جزيرة القرم لتأتي الهجمة على موسكو بـ 25 طائرة مسيرة مصداقة لتلك التهديدات التي أعقبت هجوم مماثل استهدف لكريملين بطائرتين مسيرتين وبحسب مراقبين فإن الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت روسيا بالطائرات المسيرة أجبرت موسكو على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا كإحدى خطوات الردع الاستراتيجي رغم التحذيرات من أن استخدام تلك الأسلحة سيؤدي إلى عواقب وخيمة وعلى الرغم من أن روسيا من الناحية النظرية أقوى من أوكرانيا لأنها فشلت حتى الآن في إنهاء الحرب كما تريد بحسب الخبراء الذين أكدوا أن الحرب بالطائرات المسيرة ليست إلا محاولة روسية لتغيير مفاهيم المعارك وقد تنذر بتوسع الحرب إلى خارج أوكرانيا